حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أبو بكر بن حفص قال أخبرني قال سمعت أبا مصبح أو أبن مصبح شك أبو بكر عن أبن السمط عن عبادة أبن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه فقال أتدرون من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذن لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعة